رحيم الحمد لله رب العالمين وأشهر أن لا إله إلا الله وأشهر أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وغارك وعظم وعلى آله وصحبتي والتابعين وتابعين بإحسن الله يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله أما بعد من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ القجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم علوم مشايخي وتلامذته وقراء صحيحي وشراحي في الدارين آمين الباب الخامس عشر من الكتاب الخامس والخمسين كتاب الفتن وعشرات الساعة باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة بيسنجل المنتصر عن مشايخنا كانت المدينة مهملة في العصر الأموي وفي العصر العباسي وكان كل توجه لعمارة الشام في العصر الأموي وعمارة العراق في العصر العباسي وظل الأمر على هذا الحال حتى جاء العثمانيون فبدأوا يعملوا بعض العمارة في المدينة ولكن بطريقة يعني ليست واضحة إلا أنهم بدأوا يلفتوا الانتباه بالمدينة وينشئوا بعض المساجد على قبور بعض الصالحين والصحابة ثم بعد ذلك لما ظهرت الحركة الوهبية أزالت أثار الصالحين وعمرت المدينة عمارة بغير معنى بغير روح يعني أزالت الأثار ثم بعد ذلك رخمتها وسخمتها بالطريقة العمارة التي بعيدة عن الروح وعن المحافظة عن الأثر القديم الذي به تستشف عند زيارتك عبق أثار النبي والصحابة فكل اللي عملوا أنهم وسعوا المدينة وسعوا المسجد ورخموا الرخم يرخم عملوا شوية رخامة شوية زخارف شوية إضاءة شوية بتاع دي لا روح لا روحة فيه لكن النبي أخبر أنه هيحصل في عمارة كبيرة وأنها ستتسع المدينة وأن مسجده سيتسع وأن مسجده سيبقى أبيض كمان من بعيد يبقى أبيض جانش أبيض أبدا إلا في الفترة الأخيرة لما بيضه يعني كان في السبعينيات كان الجدار بتاعه يعني أيامين للبرتغاني مع الإحمرار في الوقت يخلوا الجدار أبيض لأنه الدجال حيقف على أبواب المدينة ويقول صاحب القصر الأبيض ويشير إلى المسجد ولا يستطيع أن يدخل فيها أبيض يعني فكل ده يعني حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاه الله عننا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الرابع والسبين بعد الأربعمائة والسبعة ألاف قال حدثني عمر الناقد قال حدثني الأسود بن عامر قال حدثني زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن يهاب أو يهاب قال زهير قلت لسهيل فكم ذلك من المدينة قال كذا وكذا ميلا يعني تمتد للدرجة أن أصبح مسجد النبي الآن هو بحجم المدينة أيام النبي وكل البيوت بعد ذلك والفنادق وغيرها والشوارع تعتبت خارج المدينة النبوية اتساع لا وعن أبيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يا عقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا تمطروا يعني ليس الجد والقحب بألا تمطروا السنة يعني معنى الجد والقحب ليست السنة بألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا يعني ربنا ينزع البركة حتى من نبات الأرض باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان والمشرق بالنسبة للمدينة هو منطقة الرياض ونجد والكويت وإيران والحتة دي كلها كل دي مشرق ليل فتن جاي من هذه الجهات حتى إن الدجال أول ما حيظهر ويعلن عن نفسه حيولن عن نفسه من إيران من إيه من أصفهن يعني من جهة المشرق أيضا والحركة الوهبية كلها نشأت واستعودة كلها جات من قبل الرياض ونجد وهذه المناطق وكذلك أبو الأسود وكذلك مسيلم الكذاب جاء من جهة المشرق وأعلن أنه نبي وهو كذاب وكانت مقتلة عظيمة في اليمامة قتل فيها كثير من القراء حتى نتخلص من هذا الكذاب الدجال فهذه منطقة مشهورة بالدجاجلة والقرامطة ظهروا أيضا في عصر العباسي من جهة المشرق أيضا القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود لمدة أكثر من 24 عاما كان المسلمون يحجون الكعبة وليس فيها حجر أسود لأن القرامطة سرقوا حتى استعده الخلفاء العباسيين وعادوهما كانوا بعد 24 سنة من سرقته أيام القرامطة وأيضا كانوا من قبل المشرق فكما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم وعنه بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان وفي رواية قرن الشيطان قرن بالتثنية وأنا أعتقد أن قرن الشيطان بالتثنية كده القرن الأول اللي هو مسايدمة والقرن الثاني هو محمد بن عبد الوهاب الوهاب هو القرن الثاني أنا حسب اعتقادي والله أعلم لأن هذا المذهب هو الذي أرقى دماء المسلمين وهو الذي خرج من عبائتي كل الفرق التي أرقى دماء المسلمين وكفرته هذا المذهب وعنه بي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري ومحمد بن المثنى حاء قال وحدثنا عبيد الله ابن سعيد كلهم عن يحيا القطان قال القواريري حدثني يحيا ابن سعيد عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق يعني أشارة قال بيده يعني أشارة فقال بيده نحو المشرق يعني أشار بيده نحو المشرق لأن قول اليد للإشارة مش كده بردو الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان قالها مرتين او ثلاثا وقال عبيد الله ابن سعيد في روايته قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائش وعنه بي قال وحدثني حرمالة ابن يحيان قال اخبران ابن وهبة قال اخبران يونس عن ابن شئاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق ها ان الفتنة ها هنا ها ان الفتنة ها هنا ها هذه ايه تنبيل هي ان الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان والنبي قال الله مبارك لنا في مكة ومبارك لنا في مدينتنا وفي شامنا وفي عراقنا قال وفي نجدنا يا رسول الله نجد اللي هي المنطقة اللي خرج منا محمد بن العواب قال انه يطلع عندها قرن الشيطان فما دعالهش لم يدعو له وعنبي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا واكي عن اكرمة ابن عمار عن سالم عن ابن عمر قال خرج رسول الله من بيت عائشة فقال رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق وعنبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا اسحاق يعني ابن سليمان قال اخبرنا حمضلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها ان الفتنة ها هنا ها يعني انتبهوا ان الفتنة ها هنا ثلاثا حيث يطلع قرن الشيطان بالمثنة بالتثنيه قرن الشيطان على حسب ما ارى وكثير من مشيخي قالوا ذلك ايضا ان القرن الاول هو مسلمة كالداد والقرن الثاني هو محمد ابن عبد الوهاد الذي نشر الدعوة الوهابية التي كفرت المسلمين وقتلت الحجاج وهدمت الاثار النبوية وبنت مكانها مراحيد واسواق لا الكفر يطلق ويقصد بيه كثير حاجات كثيرة كتال المسلمين ايه كفر طيب وهما لقتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم ويرى تاريخ نجد وهو مطبوع ايرى تاريخ نجد تعرف ان هذه الدعوة الوهابية هي اول من اراقت تماء المسلمين بايدي المسلمين وكانوا بيعتبروها فتحات بيفتحوا بلاد المسلمين ليدخلوا فيها الفكر الوهابي واعتقدوا ان الفكر الوهابي هو الاسلام وان الاسلام الذي كان قبل فكرهم كان اسلام كافر واستحلوا الديار وقتلوا مفتي مكة وكانوا يعتصبون النساء اقرى فتحات نجد هم اللي كتبنها بيهديهم مؤرخنهم لكن لاسف المسلمين ما بيقروهش يفرحوا نجد شوية رخام وشوية اضاء وبين لادن عادين ينظفوا طول النهار ويقبنوطسوا بسحر وخلاص يغشوا المسلمين وهم اصلا عاشوا وعمل كل الهيلمان بتاهم على دماغ المسلمين وما زال يا يدي المسلمين ملطخة بالدماء بسبب هذا الفكر لم يرفع سلاح من المسلمين على مسلم الا وقد تربع لهذا الفكر يا رب جيك واجس وعن أبيه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي واللفظ لابن أبان قالوا حدثنا بن فضيل عن أبيه قال سمعت سالم بن عبد الله ابن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة يعني يعني أهل العراق يسألوا على الحاجات البسيطة التفى ويعملوا الكبائر العظام سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله يقول إن الفتنة تجيء من هاهنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنى الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتون قال أحمد بن عمر في روايتي عن سالم لم يقل سمعت باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس دا الخلصة ودوس دي قبيلة من قبيل اليمن ودى الخلصة دا كان صنم يعبدونه أهل اليمن يعني تنتشر الردة في منطقة اليمن وعنبي قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسوله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول دي الخلصة وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة وتبالة مدينة يعني وعنبي قال حدثنا أبو كامل الجحدة يلي أبو معن زيل بن يزيد الرقاشي واللوظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارف قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنه عنها قالت سمعت رسول عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفا فتوفا كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائه إذا عبادة ذي الخلصة وعبادة اللات والعزة والأسلام تعود بعد الريح الخفيفة التي تقبط نفوس كل المسلمين ولا يبقى مسلم على وجه وعنوبي قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر وهو الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء من شدة الفتن يتمنى المسلم أن يموت حتى ينجو من الفتن وعنوبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وعنوبي قال حتى يستريح يعني من كسرة الفتن وعنوبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لابن أبان قال حدثنا بن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحبي هذا القبر وليس به الدين إلا وليس به الدين إلا البلاء يعني مش عايز يموت على لشان يعني حفظ على دينه ما عايز يموت على لشان يبعد عن البلاء اللي هو عايش فيه وعنه به قال وحدثنا بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان أن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتل على أي شيء قتل اللي هو الهرج الهرج اللي هي الفوضى الخلاقة يخرج الناس ويقول لك مظاهرات سلمية وهي لا سلمية ولا حاجة وفي الآخر يقتل الناس لا تعرف القاتل من الذي قتل ولا تعرف المقتول من الذي قتله أو لما قتل وفي الآخر يعملوا تحيئات وكله يطلع براء والناس تموت ومحدش يعرف من القاتل سبحان الله لا القاتل يدري لما قتل ولا المقتول يدري لما قتل فوضى هرق وعن بي قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله المشاهد اللي يحشد عليه الشهيد يعني شغل يعني شغل غريب الشكل فربنا ينجينا يا سياسي وكل فاشل يسمي نفسه نشط سياسي قال ذو السويقتين من الحبش وده بعد الريح الخفيفة التي تقبل المؤمنين ربنا حيصلت هذا الرجل الحبشي النبي سماد السويقتين يعني إيه سيقانه رفيعة دقيقة يقتلع جدران الكعبة حيث أنه لا يعني فائدة لوجودها حيث لا يوجد مسلم خلص كل المسلمين ماتوا وقبلت أي أرواح وعنه بي قال وحدثني حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن مسيبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يخرب الكعبة ذست ويقتين من الحبشة وعنه بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذست ويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل وعنه بي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا بعصا وعنه بي قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا عبد الكبير ابن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه قال مسلم هم أربعة إخوة شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بن وعبد المجيد وعنه بي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزورية عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجاء المجان المطرقة اللي هما قالوا أنه هما الترك والمغول قالوا الترك والمغول هما اللي كانوا أيام حقرجوا المغول والتتار كان وجوههم مستديرة وفطس الأنوف وإيه وجوههم كأنها دخلت من جوة كده زي المجان اللي هو نوع من الترس مطرق يعني مضروب في وسطه فتلاقي وجوههم تلاقيها مستديرة وتلاقيها منخفرة من جهة الأنف في وسطه وده حصل تم خلص أيام المغول وأيام التتار وأيام الترك لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وكانوا التتار كأن نعالهم من الشعر يعني تم خلص وعن أبي قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبران ابن وهب قال أخبران يونس عن ابن شهاب قال أخبران سعيد ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سلام لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الآنف الآنف يعني جمع للأنف الآنف تقمع عنوف وآنف وعن أبي قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا يا عقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع أبو سامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين أيدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر واللوذي لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نبرة قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يوشك أهل العراق ألا يجب إليهم قفيز ولا درهم اللي المقاطعة الاقتصادية التي فردتها أمريكا على العراق لمدة أكثر من 11 عاما قبل الغزو العراق يعني قطعوهم ولا يبيعوا إليهم شيء ولا يعني يعاونون في شيء وإذا تم خلاص يوشك أهل العراق يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم يعني مقاطعة اقتصادية مالية قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم اللهم الأمريكان هم اللي فردوا هذا الحسار قبل الغزو المؤدة 11 عاما أيام صدام حسين يمنعون الأوروبيون ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله يكون في آخر أمة خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا قال قلت لأبي نظرة وأبي العلاء أترياني أنه عمر بن عبد العزيز فقال لا يبدو النوى المهدي وعنوبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد يعني الجريري بهذا الإسنال نحوه وعنوبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني من المفضل ها قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عد والحث اللي هو ملء الكف يعني بيدي كلا بالكفشة يعني بالكوم يعني من كسرة الأموال يعني وفي رواية ابن حجر يحثي المال وعنوبي قال وحدثني زعير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارد قال حدثنا أبي قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده وعنوبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معوي عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله وعليه آله وسلم بمثله وعنوبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللوظل بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبو نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار يبقى من هو خير مني يعني من الصحابة وجهالة عين الصحابة لا تدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يخفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية بؤس ابن سمية ورواية البخاري ويحة ويحة عمار مكان بؤس ويحة ويكلمة طرحتهم وبؤس ابن سمية يعني ما يجده من عناء وقتل وتعب حال خروج الفئة الباغية على سيدنا علي ويقول بؤس ابن سمية ابن سمية اللي هو عمار ابن ياسر أمه اسمها سمية أمه اسمها سمية ويقول بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية واللي قتلوه ايه معاوية ومن معهم وهذا أكبر دليل على أنهم كانوا بغاء على سيدنا علي بن أبي طالب وأنهم أخطأوا في اكتهادهم عندما وقفوا ضد سيدنا علي بن أبي طالب وأنه بي قال وحدثني محمد بن وعاذ بن عباد العنبري وهريم بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعب عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه غير أن في حديث النضر أخبرني من هو خير مني أبو قتادة وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه يعني أبا قتادة وفي حديث خالد ويقول ويسى مكان ويحى أو بؤسى يقول ويسى أو يقول يا ويسى بن سمية وهي أيضا كلمة تأسية وعنه بي قال وحدثني محمد بن عمر بن جبلة قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن سئيل بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية وعنه بي قال وحدثنا يسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد الحذاء عن سئيل بن أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله وعنه بي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية وعنه بي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم الحي من قريش يبدو الأمويون لأن الأمويون هم الذين كانوا لهم ليد في استحرار القتل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما قام إلا على دماء عشرات الألوف من الصحابة والصالحين والأولياء والعلماء وهم من قريش فالأمويين من قريش أصلا قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم يعني لا تتعاونوا معهم ما تحربهمش هو ربنا اللي حيقضي عليهم لكن لا تتعاونوا معهم شوف انت اللي تعاونوا مع يزيد قتلوا سيدنا الحسين وقالوا البيت واللي تعاونوا مع يزيد استحلوا الحرم المكي واستحلوا المدينة المنورة وقتلوا الناس وعنه بي قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في أبو الإسنادي في معناء وعنه بي قال حدثنا عمرون الناقد وابن أبي عمر واللوظة لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسوله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرة فلا كسرة بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وكل دا حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم من أعلم نبواته وإخبار بالغيوب والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وعنه بي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهبة قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كله معنى الزهري بإسناد سفيانا ومعنى حديثه وعنه بي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمنا كنوزهما في سبيل الله وعنه بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فذكر بمثل حديث أبي هريرة سواء وعنه بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض القصر بتاوين قال قتيبة من المسلمين ولم يشك وعنه بي قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سامرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث أبي عوانة وعنه بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور وابن زيد أديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوا هي الرواية الصحيحة من بني إسماعيل يعني العرب هنا يبدو الوهم من الراون سبعون ألفا من بني إسحاق هي من بني إسماعيل فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرق لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون يبقى دي في الحروب التي تحدث في عصر المهدي وعنوبي قال حدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد الدلي في هذا الإسناد بمثله وعنوبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعالى فاقتل وهذا يكون بعد نزول المسيح الدجاج وبقيادة سيدنا عيسى بن مريم هذه الحرب وعنوبي قال حدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في حديث هذا يهودي ورائي وعنوبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو اسامة قال أخبرني عمر بن حمزة قال سمعت سالما يقول أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تقتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل وعنوبي قال حدثنا وعنوبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاد قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله وسلم قال تقاتلكم اليهود فتصلتون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل وعنوبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود وعنوبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوى صحاة قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة كلهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بين أدي الساعة كذابين وزاد في حديث أبي الأحوص قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وعنوبي قال والكذبين هم مدعي النبوة أو مدعي الصلاح والإصلاح ومنهم أهل الإعلام الفاسد المستقل الذي يقود هذه الحملات ضد المسلمين سواء عالموا أو لم يعلموا بجهل أو بعلم وعنوبي قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن سماك بهذا الإسناد مثله قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم وعنوبي قال حدثنا زعير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبره وقال زعير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله يباح يظهر أي دجالين تدعي النبوة منهم محمد القدياني ومسيلمة الكذاب والأسود العنسي وكل شوية واحد يجيله فصام كده ولا مرد نفسي يقول أنا نبي ويلم وراحة وليه كده خمسة ستة ويقبضوا عليه فربنا ينجينا من هذا واعلموا أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فعنوبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ينبعث ونقف على باب ذكر ابن صياد غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وجبنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك ربك عزتي عم لا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين